السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ربي يا ربي يا كريم وفاتهم المانية اذك وفاتهم المانية نهر السبت لانهر الحد واذاك نهر السبت ليلة هي للله وتحية للزوجة ديالي لله يطول عمرها والوليدات ديالي والمغاربة جامعة ندعالي يا ربي يا كريم اخويا والطلبات يونا واحد طلبات يونا الله ينوره من المسكوي والس العربي ليلة هي للله هذه الدعولة تنطم منك ودي الحاز والله ينورك وارك عزيز عليا في قلبي عزك الله اخويا وراك انتبع غير هاد برنامى زيالك رايب باحده هاد برنامى زيز عليا تعلمنا منه بزيالك الكاتير بارك الله فيك اخويا الله ينورك بنوري اسمتي يا اخويا انا في القادية تحت سمرة انا متى 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 ضرني قاعدة سمرة تنقرأ اذا زى ما صر الله لحطح من الصباح الصباح وتيتقول البيت مجالي الله 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 اذا زى ما صر الله وفتح ريت الناس الخلون في دين الله فوزة وسبح بي ربك واستغفرين كانت توابة اياه هذا كل صباح من ما بيتمسطن قراها عدل الصمح وعدل ما شاء والله ينور بجميع المسلمين الله ما امين خويا الله ما امين شكرا لك اصدر حميد الله ينورك مولي اكرمك الله اكرمك الله اصدر حميد دائما يتحفون بمداخلته الجميلة وفعلا من بين الاسرار القرآنية كان هناك ايات كثيرة لها اسرار قرآن الكريم اي نعم هو كتاب تشريع فيه احكام ولكن ايضا هو كتاب عجائب وغرائب واسرار وكتاب تاريخ وكتاب جغرافيا وكتاب علوم وكتاب اخبار وكتاب منهاج حياة ما فرطنا في الكتاب من شيء فالممكن بعد صور القرآن يلقوا فيها غرائب وعجائب هالصورة اللي قلب الان سيحامي صورة النصر واني من اخر ما نزل من القرآن الكريم نزلت بعد فتح مكة فتحت مكة المكرمة وانتشر الاسلام مرت الفترة المكية والفترة المدنية والناس دخلوا في دين لأفواجع لتنزل الصورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجع فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابع هذي كتعطي واحد القوة معنوية اللي كيقرها كيشعر بالنصر هي يثبت سورة النصر اللي كيشعر بالإحباط وأنه ضعيف وأن ما عنده ظهر وأنه مغلوب على أمره وعطى الله شي واحد حاكمه إما شي باطهون ولا عنده شي واحد حاكم عليه في الخدمة يالو ولا في الجيران ولا في العائلة ما عنده ظهر كيقرها هذه السورة كيعطي الله القوة وكيقولي الشاكيمة إذا جاء نصر الله والفتح النصر والفتح وفعلا كيخلك وحد ديناميكية قوية أنك لك تمشي بها في الحياة فسي حميد كنشك لك ذكرتنا بالترحم على هذي الناس التي توفوا احنا دائما كنذكروا الحياة والأحياء وكانسوا الأموات والأموات دي أن لهم علينا حقوق كثيرة وكثيرة جدا ولكن بسبب الحياة لفتا موجات وغادي بإقاع سريع كنا كانت تكلموا على الدنيا وكانت تكلموا على مشاكلها وعلى همومها وعلى قضاياها على قضايا الأحياء وكانسوا الأموات شكنا لها تفكر الأموات اللي هم أحبابونا وأقاربونا كن الوالدين والأجداد والأعمام والأخوال والجيران وكل الأولاد والأحفاد لمتصغار فهذه فرصة نترحم عليهم جميعا أخونا سيحاميد الله يرحمهم رحمة واسعة أسأل الله الواحد الأحد الفرض الصمد أن يدخلهم فسيح الجنات ويسكنهم الفردوس الأعلى ويجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسونا أوليك رفيقاء وبقى معنا سيحاميد نديروا هذه فرصة نديروا واحد دعوة ودي الخير لجميع أموتنا أي واحد عنده شميت من الأقارب دياله إما الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو العم أو الخال أو العم أو الخالة أو أصدقاء أو جيران أو زملاء أو أطفال صغار أولاد وأحفاد هذه فرصتنا جميعا نتجمع لكي ندعو لهم الرحمة والمغفرة ونطلب الله تعالى أن يبعثهم يوم القيامة موحدين لأن سيدنا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال لنا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فقال أبو ذر يا رسول الله وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى فقال يا رسول الله وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى قال يا رسول الله وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى رغف أنفئ بذر رحمة الله الواسعة فنسأل الله أن يختمنا جميعا بالحسن بكلمة لا إله إلا الله وكل من مات من أقاربنا وأحبابنا نسأل الله أن يبعتنا وإياهم على كلمة لا إله إلا الله هيا بنا جميعا نرددها في هذه الساعة المباركة حتى ترسخ في الأدهان والقلوب والألسن كلما كررناها تصبح لصيق بك لا إله إلا الله وهي سير الوجود وهي مفتاح الجنة وهي النجاة في الآخرة هيا بنا جميعا نكررها بصدق وبيقين ونستشعر حلاوتها ويقينها وسوف نأعج بقدرة الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله التناء الحسن لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله تلطفا ورفقا لا إله إلا الله محمد رسول الله إلهنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم إن نسألك في هذه الليلة ليلة الترحم على جميع أمواتنا وأحبابنا ممن سبقونا بالإيمان وانتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء اللهم يا حنان يا منان يا واسع المغفرة والرضوان اللهم ارحم جميع أمواتنا اللهم ارحم آباءنا وأجدادنا وارحم أمهاتنا وجداتنا وارحم جميع أقاربنا وارحم جميع أحبابنا وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الكبار والصغار الذكور والإنات اللهم يا رب يا كريم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد يا رب يا كريم نقهم جميعا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب البيض من الدنس اللهم آنسهم في وحدتهم اللهم آنسهم في وحشتهم اللهم آنسهم في غربتهم اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين أنزلهم منازل الصديقين أنزلهم منازل الشهداء وأنزلهم منازل الصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم يا رب يا كريم اجزهم عن الإحسان إحسانا واجزهم عن الإساءة عفوا وغفرانا يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين بحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلاغا واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله ونحن له عابدون لا إله إلا الله ونحن له قانتون لا إله إلا الله ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم يا رب يا كريم ببركة لا إله إلا الله ارحم جميع أمواتنا كبارا وصغارا ذكورا وإناتا اللهم ارحمنا وإياهم تحت الأرض واسترنا وإياهم يوم العرض ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم يا رب يا كريم نسألك أن تغفر لنا ولهم وأن ترحمنا وإياهم اللهم تجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم اللهم إنك أنت القائل ويعفو عن كثير اللهم انقلهم من مواطن الدود وذيق اللحود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة ببركة لا إله إلا الله اللهم اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله اجعل آخر أنفاسنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسود الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله اللهم ارحمنا أجمعين إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وكثر الأنين والحنين ارحمنا يا ربنا إذا اشتدت السكرات وتوالت الحسرات وفاضت العبرات وتعطرت القوى والقدرات ارحمنا يا مولانا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق اللهم ارحمنا إذا حمنا على الأعماق وكان إليك يومئذ المساق وداعا أبديا للدور والأسواق والأقلام والأوراق إلى من تذل له الجباه والأعماق اللهم ارحمنا يا رب العالمين إذا وارنا التراب وغلقت من القبور الأبواب وانفض عنا الأهل والأحباب فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب ارحمنا يا ربنا إذا فارقنا النعيم وانقطع النسيم وقيل ما غرك بربك الكريم ارحمنا إذا أقمنا للسؤال وخاننا المقال ولم ينفع جاذ ولا مال ولا عيال اللهم ارحمنا يا رحمن الرحيم إذا أهمنا فلم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر وما لنا من قوة ولا ناصر فلا أمل إلا في القاهر القادر الغافر الستار اللهم يا ربي يا كريم أحشرنا مع المتقين إلى الرحمن وفدا أحشرنا مع الذين سعدوا في جنة الخالم فيها مادامة السماوات والأرض في ظلال وعيون وفواكيها مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين اللهم احشرنا مع سيدنا النبي محمد بن عبد الله عليه أفضوا صلوات الله ومع صحابته المكرمين من الأنصار والمهاشرين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله